وإلى لبنان حيث سلم المندوب الدائم للبنان بالمجموعة العربية بمنظمة اليونسكو خليل كرم منصبه إلى المندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو الدكتور عبدالقادر المالح كرئيس جديد للمجموعة العربية لعام 2018 المالح أثناء على جهود الرئيس السابق للمجموعة العربية داعيان الوفود العربية كافة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح العمل العربي المشترك في المنظمة لا سيما في المرحلة الحالية المليئة بالتحديات